بذكر بقى محاولات التكاتف احنا في وقت غلى وما حدش قدر ينكره فجهود تنظيم المعارض بتلقى قبول ورواج واهتمام حقيقي محافظة البحيرة بتنظم معرض صنع في مصر بأسعار مناسبة لتشجيع أولاً لدعم الناس اللي بتشتري وكمان بتشجيع المنتج المحلي دكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة ومؤسس معرض صنع في مصر في البحيرة مساء الخير على حضرتك مساء النور ازاي حضرتك واهلاً بالسيدة المشاهدين كمان الاول المعارض اللي بتقام بالتأكيد والوقت دلوقتي مثالي ان احنا نسأل حضرتك انه قبل شهر رمضان ونوبة الغالة او موجة الغالة اللي الناس كلها بتعاني منها وليلي التنسيق للمعارض دي بيحصل قبلها بقد ايه وهل هي بتقام بشكل دوري ولا هو معرض طارق كده من اجل استقبال شهر رمضان اولاً انا بشكر حضرتك على اهتمامك بالصناعة المصرية واهتمامك بعودة الاقتصاد المحلي كمان ويمكن المعارض دي بتبقى فرصة لكل المشروعات صغيرة ومتوسطة بغض النظر عن المنتجات الغذائية اللي بتتعامل كل سنة قبل رمضان كأهلاً رمضان احنا برعاية السيدة المحافظة هشم امنة المحافظة البحيرة رأينا ان احنا ندعم سيدات مصر في شهر المرأة وكل سنة حالك صيبة ونقدم فرصة للمنتجات والمنتجين ايضاً من الرجال الاصحاب الحرف اليدوية البسيطة اللي ما عندهمش معارض او اماكن ويبيعوا حاجتهم ممكن يكون اونلاين او حتى في المناسبات القليلة ان هم يعرضوا منتجاتهم اولاً بمناسبة تعيد الام واليوم العالمي للمرأة وكمان في دكول رمضان اه يعني هي للمنتجات الحرفية اليدوية ولا اي حاجة تصنع في مصر هي الحقيقة كل حاجة تصنع في مصر ولكن حاجتها تفاجئ لو شرفتونا يعني بالتغطية ان معظم المنتجات معمولة يدوياً يعني ده المعظم لكن طبعاً احنا فخورين جداً ان عندنا على سبيل المثال منتجات زي الصواني والقواني الطهيم برضو مصرية مية في المية عندنا طبعاً منتجات موبيليات او يعني انواع اخشاب برضو وكلها محلية الصونع فضلاً عن الملابس الزهور والناس اللي بتحب تتعمل المشاتل زي الصبار والنعناع وبردو المأكولات موجودة معنا احكيلي عن الاقبال بقى يا دوي مصرية عايزة حدرك بقى تحكيلي عن الاقبال وعن الانفاق يعني اخبار الناس مقبلة على الكلام ده ولا كله بيحاوش فلوسه الرمضان دلوقتي احنا الافتتاح ان شاء الله غداً اول يوم لكن النهاردة عملنا زي soft opening الناس مقبلة جداً للأسعار يعني في متناول الجميع تماماً هما سعاداء ان فيه أسعار كده متفاجئين الصراحة ان ذل موجة من يعني بعض الارتفاع في بعض الأسعار لست فيه أسعار كويسة وقليلة كده ويقدروا ويشتروا براحتهم من غير ما زي ما حدك بتقولي يدين أو حاجة بعد شرق انا بشكرك بشكرك شكراً جزيلاً وان شاء الله نبقى فيه تغطية ونتابع ونشوف كل جهود خدمة الناس لانه احنا دولة طول الوقت بتخدم الخدمات الكبيرة جداً والناس بتهتم باللي بيوصلني في ايدي من هذه الخدمات أو هذا الدعم طولة نهال بالبع نائب محافظة البحيرة ومؤسس معرض صنع في مصر بالبحيرة واشكرك شكراً جزيلاً